هنا أيضاً زوجة ابنها لا تصلي ويتقول لا صلي لا تصلي تضيقت منها جداً وهي تقسم كذباً يعنيها جمعت كبيرة وكبيرة الكبيرة الأولى عند جمهور العلماء لا تصلي بل أحمد يعودها كفراً نعوذ بالله لكنها كبيرة عند جمهور العلماء والكذب والكذب كبيرة لأنه من فعال المنافقين ولذلك النبي الأمين صلى الله عليه وسلم قال إن الكذب يهدي للفجور وإن الفجور يهدي للنار ولذلك يكذب وتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذبت فإذن هي ماذا تفعل أنا أقول لها انصحيها وانصحيها وادعوا لها لكن هي ما تأكل معها أقول لا ارفقي كلي معها من أجل أن ترقيق قلبها فتحبك فتسمع لك النصيح ولما تصلي قولي لا تعال يا ابنتي صلي معايا وإن شاء الله تصلي معك وعليك بالدعاء من صدق الله صدقه الله جل في علاء